موسيقى تبين خطورة الانكسام في الوضع الداخلي الفلسطيني وتعمل وتحد على الوحدة الوطنية الفلسطينية لأنها هي الأساس في مقاومة الاحتلال الصيوني فبدون وحدة وطنية لا أمل في إزالة هذا الاحتلال ما نراه الآن في هذه الصورة الكريكتيرية هي لزيادة الوعي الطلابي في هذه الجامعة حيث تنقل هذا المعرض من جامعة النجاح إلى جامعة القدس المفتوحة ومن هنا أيضا في جامعة فلسطين التقنية حتى يكون طلابنا لكافة أطرهم السياسي يدا واحدا في سبيل إنهاء حالة الانكسام الفلسطيني للوقوف أمام الاحتلال ومخططاته وبالتالي نكون أوفياء للدماء الشهداء وخصوصا شهداء يوم الأرض الخالد يعني الحقيقة يأتي هذا النشاط ضمن الفعاليات ذكرى يوم الأرض الخالد تكون به كتلة الوحدة الطلابية تأكيدا لحقنا على هذه الأرض وتمسكنا بها وبالتراثها تأكيدا على رفضنا أيضا لحالة وذلك يظهر ضمن الرسومات والصور الموجودة لحالة الانكسام والتشرذم الموجود وتأكيدنا ورفضنا الدائم لممارسات الاحتلال الصهيوني على هذه الأرض وتمسكنا بحقنا كشعب فلسطيني على أرضنا حقيقة يعني هذا جزء من نشاطات وفعاليات ستقوم بها كتلة الوحدة الطلابية على شرف ذكرى يوم الأرض الخالد تبدأ اليوم وستستمر بفعاليات مستمرة منها المشاركة أيضا في مسيرة ثلاثين أذار ضد الاحتلال والتي أطلقتها الحملة الوطنية الشبابية لإنهال انقسام وإنهال احتلال خمستاش أذار شكرا لكم هذا النشاط نظم من قبل إطار طلابي كتلة الوحدة الطلابية مشكورين على الجهد الرائع اللي أقاموا فيه الشباب هذا النشاط بدل على مدى اهتمام الطلابية في تراثنا الفلسطيني إظهار أصالة التراث الفلسطيني وأنشطة زي هيك إدارة الجامعة بتدعم وجودها داخل حرم الجامعة باعتبار أنها متنفس إيجابي لطلبة الجامعة وكل الاحترام ومشكورين على النشاط رسالة رسالة إحنا مندعي الشباب للمشاركة بكافة الأنشطة وأنهم يكونوا إيجابيين باتجاه وجود أنشطة داخل الجامعة من هذا النوع أو حتى من أنواع أخرى وإحنا منرحب بأي مبادرة تتعلق في أي نشاط داخل حرم الجامعة ومندعم بكل اطلاقاتنا إن شاء الله كإدارة الجامعة أول إيش بنشكر لأنشطة الطلابية نحنasz لأي إطار طلابي جميع أطرة طلابية على الأنشطة التي تكون فيها على ذكرى اليوم الأرض الخالد في افتتاح معرض موطنين فمنشكر الجميع الأنشطة وإحنا اليوم عندما نزلنا استحنا المعرض ومش بنحنざacular أي إطار أو أنشطة كمجلس إتحاد الطلابية كل الأطرة الطلبية موسيقى 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 شكرا